اشتركوا في القناة جرت بإشراف أبو فدك لمحمداوي وشملت أساتذة جامعيين وحقوقيين وشيوخ عشائر وشخصيات أخرى لها مكانتها وتحظى باحترام كبير في مناطقها شهود عيان أكدوا أن الاعتقالات كانت بمثابة الخطف حيث جرت في ساعة متأخرة من الليل من قبل عناصر لا يحملون أي مظهر من مظاهر دولة ذات مؤسسات ويرتدون ملابس سوداء لا تحمل علامة تدل على صنفهم العسكري كما جرت تحت تهديد السلاح دون تقديم أي ورقة رسمية أو أمر قضائي وبحسب مراقبين فإن الاعتقالات تمثل ردة فعل ميليشيا الحجد عقب يوم واحد من بيان الصدر الذي دعا فيه إلى عدم تدخل الميليشيات في تأمين زيارة الأربعين لا سيما بعد تحول ميليشيا الحجد إلى ذراع مسلح لقوى الإطار التنسيقي خصوم الصدر في الصراع على السلطة وهي دعوة جددها اليوم وطالب فيها بوقف كيل التهم للآخرين ووصفهم بالبحثية الاعتقاد السائد في الشارع العراقي يرى أن أمن الحجد يستهدف شخصيات معروفة ومؤثرة لديها آراء لا تتماشى مع النظام الحالي والسردية الطائفية التي يرسخها خاصة وأن من بين المعتقلين من يناصر حراكة شرين ويرفض النفوذ الإيرانية في العراق كل ذلك يجري في ظل صراع سياسي متصاعد يدفع ثمنه الشعب العراقي